إذن ارتفاع الأسعار الفائدة من المفترض أن يحد من نمو القروض. هذا ما يحدث لكن في سعودية لا يحدث ذلك. استمرار نمو القروض في القطاع الخاص بشكل كبير. رغم هذه الفوائد المرتفعة. إذن دعوننا نتحدث عن ارتفاع أسعار الريبو العكسي منذ بداية 2022 بـ 475 نقطة أساس. ارتفاعات بـ 5.25 في المئة أعلى مستوى منذ العام 2021. تبعا لزيادات الكبيرة التي طرأت على أسعار الفائدة. نتيجة لإرتفاع الاحتياط الفدرالي. ورفع مستويات الفائدة والارتباط بالدولار. القروض الممنوحة القطاع الخاص ارتفعت بـ 10 في المئة. رغم أسعار الفائدة. ذلك لم نعكس عليها سلبا. نتحدث عن 250 مليار ريال في أبريل من العام الماضي إلى 360 مليار ريال في أبريل من هذا العام. كذلك القروض الممنوحة القطاع العام ارتفعت بنسبة أكبر 35 في المئة من 97 مليار ريال إلى 130 مليار ريال. القروض الشخصية أيضا سجلت ارتفاعات بـ 10 في المئة. نتحدث عن تريليون وثمانين مليار ريال في أبريل من العام 2022. قفزت إلى تريليون و192 مليار ريال في أبريل من هذا العام 2023. لم تأبه لمزألة رفع أسعار الفائدة. واستمرت قدما بهذه الارتفاعات بشكل كبير. التوزع بحزب القطاع في أبريل 2023. القروض الشخصية كما ذكرنا. كانت هي الأعلى بـ 49 في المئة. تجارة الجملة والتجزئة بـ 7 في المئة. ارتفاعات الصناعات التحويلية بـ 7 في المئة. وقطاعات أخرى بـ 37 في المئة هي الأخرى. حجم التمويل السكني للأفراد. هذا هو الذي سجل التراجعات. والتراجعات لافتة كبيرة. بـ 55 في المئة. كنت تحدث عن 9 مليارات و200 مليون ريال في 2022. الآن تحدث عن 4 مليارات و100 مليون في أبريل من هذا العام. وبالتالي التمويل السكني تضرر وتراجع جراء رفع معدلات الفائدة والنسبة الفائدة بشكل كبير. التوزع بحزب القطاع في أبريل 2023. الفيلل سجلت 67 في المئة الأعلى. الشقة كذلك 25 في المئة. والأراضي 8 في المئة. هذا حجم التأثر في القطاع السكني. والتمويل السكني الذي كان أنه سجل هذه التراجعات. عدد عقود التمويل تراجعت بـ 53 في المئة. كنت نتحدث عن 11 300 في أبريل من 2022. الآن نتحدث فقط عن 5 300 عقد في أبريل 2023. فيما يتعلق بعقود التمويل لهذا القطاع السكني. ما يدول على أن التأثير كان على هذا القطاع بشكل كبير. انخفاض الصادرات نتحدث عن آخر البيانات. فيما يتعلق بالسعودية بشكل مجمل. انخفاض الصادرات غير نفطية في مارس من هذا العام. على أساس سنوي بـ 21 في المئة. نتحدث عن 23 مليار ريال. كذلك في قراءة الاقتصاد الكلي. مؤشر مدرية المشتريات الـ PMI في أبريل 2023. جاء إيجابياً بنمو الطلبات الجديدة بأسرع معدل في ثماني سنوات. وارتفاع أعداد الموظفين أيضاً لشهر الثالث عشر على التوالي. ما يدول على أن الاقتصاد السعودي بخير. إذن كان هذا هو تأثير رفع معدلات الفائدة على القروض. لم تتأثر القروض الخاصة والقروض الشخصية. تأثرت تمويل القطاع السكني بشكل الأكبر. مع متانة في الاقتصاد السعودي.